يا عنا بحقاتكم مرة واخرى زي ما قلت لكم بطولة العالم كانت اقيمة بطولة العالم للجنباز كانت اقيمة في القاهرة منذ ايام قليلة بطولة العالم واحدة من البطولات بيبقى في كذا بطولة للعالم في الجنباز بيأهله للأولمبيات واحدة منهم استضافتها مصر خلال الايام الماضية وكان عندنا اتنين منهم ابطال مصريين شاركوا في هذه البطولة محمد منتصر وعمر العربي محمد صواح فل مشرف ومنور اخبارك ايه؟ فص عمر شايفك وانت عمر مشرفوا منور اخبارك ايه؟ كلكوا عيس؟ طيب عمر ابدأ معاك انا ايما بحب ابدأ من الاخر او مش من الاخر من الاول في ناس كتيرة لما باجه استضيف ناس من العاب اخرى بيبقواش عارفين الالعاب ديت مش عارفين تفاصيلها يعني يقولك جنباز او عارفين كلنا الجنباز جنباز دي بتلاعب ازاي بتلاعب فيهم بتعمل فيها ايه بتبدأ فيها من سن قد ايه بيحب انا فاهم الناس وعرفهم الاول عشان انا لو عندي اولادي بس ما بيلعبوش الالعاب ديت اروح اوديهم للعاب جنباز بدلا من للعاب الكورة بصوا جنباز بيبتدي من سن طبعا تلت سنين ده السن المسالي يعني فيه ناس بتختلف فيه حالات فردية ممكن يبقى اكبر من كده بس ألالين قوي هو السن المسالي تلت سنين دلوقتي يعني في الفترة دي بالذات فيه نوادي كتير قوي وفيه جمات كتير قوي فيه اماكن اكاديميات كتير قوي فتحت في الجنباز يعني احنا في عصر الحمد لله كويس قوي فيه مجهودات كبيرة قوي تعملت من الاتحاد الفترة الأخيرة من سنة 2018 لوقتنا ده يبتدي يبقى فيه مهوك كبير قوي في الجنباز فاحنا احنا كلعبة تعرفنا وابتدي يبقى فيه ناس كتير قوي من بره بتخش مجبلة على الجنباز ودي حاجة في حد ذاتها نجاح للجنباز يعني الحمد لله شور العظيم هجي لك انا في البطلات والانجازات بس هنكمل برضو معلومات عامة كده الاول ابل ما تشوف التفاصيل محمد ايه الفرق بقى من الجنباز الاقاعي والجنباز الفني انا افهم جنباز بس ما بفهمش التفاصيل دي اوش انا بذكرت شوية يعني بس ايه التفاصيل الناس تحب تعرفها كمان احنا عنده جنباز الاقاعي ده اصلا بيبقى البنات بس ما فيهوش رجال خالص جنباز الفني فيه بنات وفيه رجال جنباز اللقاعي برضو عندهم اربع ادوات بيشتغلوا بيها واحنا عندنا في الجنباز الفني البنات بيعندهم اربع اجهزة والولاد عندهم ستة اه اه انت بادئ امت بقى جنباز بدأت تلاع انا بدأت تقريبا انا عند اربع سنين وامر وانت بدأت ستة ست سنين حلوة الفكرة ان تبدأ من انت صغير الكرة ممكن تبدأ وانت عندك عشر احتاشر سنة جنباز بيبقى صعب في الموضوع ده يعني كل ما انوضاعي بقى بدريك كل ما بيبقى احسن لك اه والجسمك برضو الفريق بدنيا طبعا طيب عمر الناحية التانية انه انا بتكلم اللواتي مع اتنين ابطال انا قدامي بص كلام كتير اوي يعني عمر حايا المركز الاول فردي عام في بطولة افريقيا 2018 الوقت في نبيبيا حصل على المركز التاني في بطولة العالم كاس العالم 2019 الشريكة في اولمبياد توكيو 2020 2021 مركز اول فردي في بطولة افريقيا بمصر كتير طبعا ولسه في تاني اه طبعا بطولة جاي حسنة قلد ايه الشيء 2022 حصل على المركز السبب ونفساد جهاز الحركات الارضية بتكسل العالم الجنباز الفني بمصر بطولات عظيمة انت عندك كم سنة اصلا دلوقتي انا 23 مركز 24 23 مركز وماشاء الله يعني كل البطولات دي احكيلي بقى احكيلي التفاصيل دي ايه احلى واحدة فيهم ايه اكتر بطولة انت احبت توجدك فيها نعية كل بطولة ليها موسيقيا خاصة صراحية كل البطولة بطلع فيها بحاجة ايه بس اكتر واحدة كانت ايه يعني ليها تأثير خاص عليها اللي هي الافريقية بتاعة عشرين 21 من هي المؤهلة للأولمبييد لبتاع توكيو اه وكان في قبلها تفاصيل كتير كده وصلتها تفاصيل كتير فدي كانت أكتر واحدة تفاصيل كتير حلوة يعني؟ في منها حلو في منها الوحشة الحلو منها ايه؟ الحلو منها ان هو دي حاجة انك اتباه لنبيه من انا طفل نعم او يعني انا والدتي كنا على طول بنفكر في موضوع الانبياد ده من انا صغير منساش ايه وانا كنت مستبعد الموضوع ممتي كانت لقى كانت سبورت ليه في الموضوع ده ممتاز وبعدين حصل مشكلة ليه بدنيا ممتي والاتحاد ساعدوني كتير اوي في المشكلة دي وكانت تابعوا مشكلة كبيرة يعني ملاش حل اه لغاية ما الحمدلله هتحالك مشتلق ايه عضلية في الانجاز؟ اوه مشكلة عملية وموضوع كده يعني في اه في الآزمة يعني في رجلية وبس في الآزمة دي تخطيتها الحمدلله يتعمل منها عفلام دي ايه لغاية كتير لا لك وبص كله بس خد بالك هو بيقول لك بسرعة كده بس الحاجات دي تبقى نفسان ومعنوان ايه بصائد عليه كتير بصائد كتير بصائد كتير الحمدلله يعني لا 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 كويس كويس الحمدلله طيب محمد نفس الامر بعيد برضه هو تاهل الولمبيات الشباب في الارجنتين اتكلمك على محمد منتصر بعد حصله على المركز الاول في بطولة افريقيا في نبيبيا طبق بذهبية حسان الحلم في بطولة البحر المتواصل للجنباس بتونس حصله على المركز الثالث في الاول على افريقيا في بطولة العالم شارك مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم 2021 مثلا كورا الدولي مركز التاسع على جهاز المتوازي في كأس العالم في مصر 2022 برضه حاجة كتير قوي برضه كم سنة السؤال سارة بحاول اجمع انا 20 وماشي في الـ 21 تفاهمه بصد لعيبة الكورة سنة بتاع كورة لعيبة الكورة تليوم مثلا ايه لو عملوا رقمين من دول مثلا في مشوارة 20 سنة يبقى انجاز فنلاقة بحلوة ايه برضه نفس السؤال ايه اكتر حاجة انت كنت تفرحان بيها في الانجازات العظيمة دي هو يعني حاجات كتير بصراحة بس برضه اهمهم بطولة الافريقيا اللي هي كانت في النوابية عشان دي كانت تأهيل للأولوبيات النشئين بس ومعظم البطولات بصراحة اي بطولة يعني الواحد بيطلع فيها بيتعزف النشيد او بيطلع فيها اول ويلاقي العالم بترفق دي دي الصراحة بتبقى حلوة جدا 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 الناس بتبقىش عارفة قيمتها دي يعرفها الأبطال بس او يعني وانت واقف كده والنشيد بيتعزف سواء الفطولة افريقية او بحروم توسط هتحس بحاجة جسمك كله هيقاشعر فعلا الله عليك الله عليك طيب او ما رح اسألك السؤال انا عارف انت ترعب في الاهلي وانت ممطق بتاخدك وانت صغير في السن كده ورايح تلعب جنباز ما اعطتش مثل انت ميلعب كورة يعني العادة عندنا ليه ايه اول حاجة ايه يلعب ابنك هيلعب ايه كورة ما منفكرش حاجة ليه الجنباز جات اصلا كفكرة يعني هي جات كفكرة انا الاول كتبالة بساعة السباحة اونا صغير فجيت اقدم في المدرسة مدرسة الرياضية يعني لازم ان انا بقى بلعب رياضة مع الدراسة فمدير فني شافني المعمتي ده مستقبل ممكن يبقى كاس في الجنباز انا انت شايفها مستقبلة كورة دي مش كشرت فلوس اول حاجة السهلة يعني مستقبلة كورة دي فبطيت اتجه للجنباز انت انت ابقى فيه كويس جيت في فترة انا عايز ابطل وانا صغير حسيته عذاب كده او مجهود كبير اوه فاي خلاص براحتك قاست بطل وانتبقاش بطل براحتك بس ايه هو ده مستقبلك فطلت مكمل فيه وخلاص اللي هو حاجة يعني الجنباز حاجة كده فيه منها ادمان اللي هو انت دخلت فيه فعلا مش عارفت بطل يعني حتى مع امام الجرد امام تقصرت مفيش بس كده طيب محمد انت فترى في سبورتينغ مزووت بدأت من امتى بقى انت عدتك 6 سنين اربع سنين في اي لحظة من اللحظات حاسيت انه كفاءة جنباز بقى ارشوف لعبة تانية غرا في لعبة تانية جماعة كده كتير يعني كتير كتير بس الواحد بيعديها وفي نفس الوقت في ناس بتوقف جنبه سواء أهله أو صحابه طبعا وقت المنتخب بيقى فيه المدير الفني المدربين يعني فيه ناس بتوقف جنبك كل ما يبقى فيه حاجة تحسنك بترجع الورقة ومش قادر أو تعبت أو خلاص لأ بيسندوق ويقفوا جنبك ولأ أنت تقدر تكمل وتقدر تدي زيادة فالموضوع ده قابلني كتير بس الحمد لله الواحد بيعديه عظمة جدا بتخلت العلم الأخيرة بقى عملتوا فيها ايه الأجواء كتير عاملة ازاي الإنجاز عملت فيها كس العلم الأخير ده حاجة صراحة ومشرفة أصلا هو كس العلم ده مؤهل لأولمبياد باريس وأن أي دولة تستطيع كس العلم مؤهل ده موضوع صعب في لعباتنا فأن مصر تاخد كس العلم ده وتطلعها بالشكل ده كان حاجة صراحة واهمة وإحنا كالعابة الحمد لله طلعنا بأداء مشرف جدا فمصر بيانت إن هي تقيلة إن هي تقدر تستضيف بطولات عند إمكانيات فنية وبرضو اللاعبين لا إحنا بنتخانق مع ابتوا بره لأن إحنا اللي موجودين ما كانوش لعيبة عادية إحنا 34 دولة أكتر من كامل لعيب الناس كتير قوي ويقاعل لهم بطولات عالم يعني كلهم الناس الأساطير اللي كنت بشوفهم ونصغير في الجنباز هو اللي بلعب معهم دلوقتي عظم فلنا الموضوع الصراحة محمد إنت إيه الأخبار في البطولة دي راضي عن اللي إنت عملت وراضي عن زمالك عمله وراضي عن تنظيم البطولة بشكل عام طبعا التنظيم كان حاجة هيلة جدا البطولة يعني كانت متقسمة على يومين إحنا عندها 6 أجهزة فكان فيه 3 أول يوم و3 تاني يوم أنا كنت مفروض ألعب جهاز في أول يوم وجهاز في ثاني يوم أول يوم يعني ربنا ما وفقنيش قوي في أول جهاز يعني حصل فيه وقعات وكده فيمكن لوحد كان متضايق شوية أول يوم بس ثاني يوم الحمد لله في المتوازي عملت جملة حلوة جدا وكنت راضي عن نفسي جدا فعوضت يمكن أول يوم بالنسبة لي وبالنسبة للناس كتير فاتبسطت قوي يعني بتاني يوم ده عظم جدا بص بقى آخر سؤال ملوش علاقة بالجنباز يا علاقة من منتخب مصر ومطش السنغال بما أننا كلنا عايشين الحالة ديت دلوقتي فحكي لي بقى أنت أحسسك يا أمي متطم المتفائل إن شاء الله خير مفهود نعمل إيه في المطش داو بإذن لي أنا إن شاء الله متفائل أنا حاسة إن إحنا هنلعب كويس يعني عشان اللي حصل آخر مرة في كاس الومان أو فلا لا أنا صراح متفائل إن شاء الله هنلعب كويس نسجل أحس الأحساس بتاعهم فهو أنا جاي مغلول أو جاي شيل حلو دي فلا أنا عارف إن إن شاء الله أنا تقولي أنت كرياضي أو كبطل أنت بقى جاي بقى اللي هو إيه قد أنت خسرت حاجة اللي بعدها هلأ هكسب أعوض بالضبط كده فلا أحسن نهياتي بهم ماتش جامد إن شاء الله إيه محمد والله ربنا يوفقهم بصراحة شاهر بحرماتش في الكرة أوش أنا لأ بصراحة حسيت حسيت من الاتسام اللي هو أتفرج وأشجع بس وقت المنتخب لكن غير كده موضوع ده وقت المنتخب هتشجع وقت المنتخب يعني الواحد كان نفسه يروح للأستاذ بصراحة بس يعني طبعا معسكر بقى معسكر مريم معسكر؟ موضوع في بتولة قريبة برضو موضوع صعب في أفركيا أفركيا؟ أه في مصر برضو إن شاء الله بنا يوفقكم إن شاء الله طبعا نكسب كم إن شاء الله صعبة دي بس أخول واحدة كده نسجل عندنا نين واحد خليها ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة واحد ده ما يخش فينا جوة عشان ده من اتنين أنا بشرح له بقى أنا عارفة جنباز واطحة خليها ثلاثة واحد خليها ثلاثة واحد ببنا يشعر إن شاء الله أنا أقول ثلاثة واحد ثلاثة واحد إن شاء الله أومر شرفت ونورت حقيقي ومليوم مبروكو دايما يا ربي في إنجازي ودايما البطل على طول يا ربي محمد يا ربي دايما نشوفك بطل على طول شكرا أنا مشكرك شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله نواصل بي اشتركوا في القناة